دلوقتي بتبقى متأكدة ان زوجة الاولى موافقة بس تسمحيلي اقول حاجة بالنسبة لجواز الاجنبيات في كتير من الشباب بيعتقد ان الجواز من واحدة اجنبية ده حاجة سهلة ان هي هتكون احسن وهتكون احلى وهتكون ارخص مش هيقدم لها شبكة مش هيقدم لها مهر مش هيعمل لها مش عارفة ايه بس الحقيقة عكس كده على فكرة البنات الاجنبيات طلبتهم بتبقى اكتر ساعات من المصري عشان تيجي مصر اه وما بتتجوز اي مصري والسلام يعني ما تتوقعش ان انت مثلا تخدها في بلدك تعيشها مع امامتك في بيت عيلة في كلام من ده لا بالعكس ده بيبقى ليهم شروط وشروط كتيرة اوي اوي بقول لهم بقول الولاد احنا طلبتنا هالهادي اهو اه ايوة على قل المصرية ليها اهل وليها ناس تقدر تتسند عليهم وقت شدتك او محنتك او كلام من ده هتلاقي حد معاك هتلاقي خال لأولادك هتلاقي خالة لأولادك هتلاقي ناس محترمين يحطوك جوه عنهم كنا غير الاجنبية اللي جايلها بطوق جايلة جايلة بطولها يعني صحيح كان زمان فريد لاطرش في الاوبريتات بتاعت دايما يجيب المشافر الامريكانية ومعرفش ايه الاوروبية وبطاعة ما فيش في الاخر غير الايه المصرية بقى وتطلع اه ده فؤاد المهندس على فكرة وفؤاد المهندس وفريد لاطرش كل الحاجات تتازم لا وبعدين يحصل بقى مشكلة تقومها ده لايال وجارية على بلدها اه هو يجيبهم بقى صحيح هو يجيبهم عندي واحد عايز تجاوز زوجة تانية لانها الاجنبية اخدت الولاد وسفرت بلدها فبيقولي انا انا مش قادر اطلقها انا مش قادر اطلقها طب زوجة تالتة تالتة ده في ربعة كمان اوه في حد طلب مني زوجة ربعة بتتكلم جد يوم مجوز تلاتة عايز الرابعة ايوة 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 انا كنت بفتكره بيهزر معي على الله ده حاج متولي قالي لا قالي انا بتكلم جد انا راجل مقتدر وعندي املاك ومتعلم وصغير فستني مش كبير وقالي انا عايز اعدد طب والزوجات عارفين عارفين طبعا ده بمجرد الواحد ما بيبص لأي واحدة برا وهي ماشية بتبقى حاسة بيه وبتراقب الواتساب بتاع لا انا قصدي لما حد بيجيلك يقولك زوجة تانية تالتة ربعة بتبقى متأكدة ان هو جايلك وامراته عارف ان هو حجوز اصلي بصلي حتة التأكد ديها فاندي ما تلزمنيش انا الواحدة ماليش دعوه يعني اه يعني انا حتى ماليش ان انا اسأله بالاسباب الخاصة بان هو عايز يتجاوز على مراته ليه اصلي بصلي هو لو ما تجاوز عن طريقة هيتجاوز عن طريقة اي حاجته انا مش بكلم ليه انا بكلم معه يعني هي عارفة ولا مش عارفة يعني 90% منهم بيبقوا عارفين بيبقوا عارفين انا بقولك هي الستة اصلا عندها استشعار بجزها لو حتى عارف واحدة ولا بصلها ولا بتاع بتفضل ورا لغاية ما تجيب قرارة بس الغريب ان اللي عايز يتجاوز الرابع دي كان عنده مهارة ما شاء الله انه يتجاوز تلاتة لوحده يعني الغريب ان هو بقى يطلب في الرابع ان هو يطلبها من عن طريق خطبة حسنك بتشكد عليه ليه كده لا هو مشتيله في الرابع اه ما مشتلوش يا فاندم هو طلب بيقدمه عندي وبيقول قدام الدنيا كلها انا عايز والرغب في التواصل معاه بيتواصل معاه بنزهله الامور مش اكتر يعني